الحقيقة ان احنا بقلنا فترة يعني في ناس كتيرة قوي قوي جالها دور كده خلينا نقول ايه الدور اللي ماشي يعني دور البرد اللي ماشي او دور العاية اللي ماشي وعايز اقولكو ان الحكاية دي مكتاحة الدنيا كلها يعني مش مصر بس مبدئة يعني عدد كبير جدا من الاشقاء والاخوات في الدول العربية والدول الاوروبية والولايات المتحدة في حالة كده يعني حصلت والناس كلها كانت يعني او مش كلها يعني ناس كتيرة قوي كانت عينة علشان كده انا فكرت على فكرة انا من ضمن الناس اللي خدوا هذا الدور وده يمكن يعني مرة جديدة بيجاوب على سؤال ناس كتيرة او بتسأله بيسألوا لنا هو دكاتر بيعيو دكاتر على الفكرة بيعيو اكتر من الناس العادية لان الدكاتر بيشوفوا المرضى يعني ربنا ياعافي الجميع الدكاترة بيعيوا وبيسمعوا الكلام وبيروحوا للدكاترة زملائهم في التخصصات المعنية بهذا العية وبيسمعوا الكلام وأحيانا ما بيسمعوش الكلام وهكذا لكن الحقيقة إنه اكتياح الدور اللي كان ماشي الفترة اللي فاتت دي وما زال على فكرة يعني جربوا انتوا كده هتلاقوا نفسوكو يعني ربنا يعافينا جميعا هتلاقوا نفسوكو إن ما كانش حد في البيت كان عيان بهذا الدور هتبص تلاقيه في حد في الأقارب إن ما كانش الأقارب هتلاقيه حد في العمارة أو في مكان السكن إن ما كانش هيبقى في حد مكان الشغل وهكذا في دور كده مشي جامد قوي ويعني زي ما بيقولكو كده اكتاح الحكاية كلها علشان كده أنا الحقيقة فكرت إن احنا نعمل حلقة عن هذا الأمر ونقدم فيها لحضراتكم مجموعة مهمة جدا من النصائح العملية مش نصائح بقى كده في المطلق وخلاص لا ده نصائح بقى وجربوا كده النصائح دي إن شاء الله إن شاء الله يعني هتكتازوا هذا الأمر بكل ارتياح وبكل شفاء بإذن الله تعالى أول حاجة عايزة أقولكو إحنا بس مبدئيا عايزين نتفق على إن احنا هنسميه دور العاية اللي ماشي أو دور العاية المنتشر ليه؟ لأنه أيا كان اسمه يعني أيا كان الاسم مش مشكلة يعني عشان كده أنا بقولكو أول حاجة إن احنا نتطمن أي حد عيان بهذا الدور يتطمن ليه يتطمن؟ الله ده يا دكتور ده ممكن تكون بعد الشر مش أنفلونزة ده ممكن يكون كورونا بصوا بقى دور برد عادي دور برد جديد نزلة شعبية نزلة شعبية حدا كورونا أو كوفيد لا قدر الله من النوع الكلاسيكي كورونا من المتحورات الجدد التهاب رئوي حتى كل المسميات دي مش مقلقة شوفوا بقى مع إني فيها قسامي يتخض بس أقولكو مش مقلقة عارفين ليه مش مقلقة؟ مش مقلقة لأنه الكرة الأرضية أو البشرية يعني مرت بتجربة عنيفة جدا من فترة صغيرة وأنا قصدي هنا تجربة الكوفيد أو الكوفيد 19 أو الكورونا ربنا يا رب ما يرجعها أيام العالم كله دخل في هذه التجربة يعني للآخر زي ما بيقوله كل الدول وطبعا الحمد لله أن إحنا في مصر على فكرة من البلاد اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني حماها بشكل كبير جدا جدا وده كان مجهود سواء من الدولة أو من الأطقم الطبية كان مجهود طبعا كبير جدا لا يقل عن أي مجهود بوزل في أي مكان ولكن عايز أقوله أن التأثيرات السلبية بتكلم من ناحية الصحية كانت عنيفة جدا وكبيرة جدا في بلاد المجتمعات أو النظم الطبية فيها كانت قوية جدا يعني فاللي عايز أقوله إيه؟ أن العالم خد خبرة كبيرة في الفترة اللي فاتت دي العالم خد خبرة من الظرف بتاع الكورونا ده اللي قاعد حوالي سنتين اتعلمنا فيهم حاجات كتير كأطباء وكنس علماء وحتى كمرضى اتعلمنا فيهم الأعراض اتعلمنا فيهم إيه اللي بيمشي من الأدوية وإيه اللي بلازم نتراجع فيه شوية طب ولو الأدوية دي بعد شوية إيه أثرها طب وإيه اللي بيحصل وهكذا 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 فالتجربة دي تخلي ما يحدث بعد ذلك أيا كان اسمه أن احنا نتطمن أو نتعامل معاه بهدوء أعصاب مش ببرود لكن نتعامل معاه بهدوء تأكدوا أن حضراتكم لما بنروح لزملائنا وأسدزتنا وتلمزتنا من الأطباء بهذه الحالة أو بهذه الأعراض صدقوني هتلاقوا عندهم كم من العلم والمعلومات مطمئن جدا أنه خلاص يعني كل حاجة عدت زي ما بيقولوا يعني عدت الحالات اللي بتدخل المستشفى والحالات اللي بتتعالج بره المستشفى والحالات اللي قدر الله بتعالج جوه جوه رعاية مركزة واللي قعده جوه رعاية مركزة عاده وقد إيه وما بعد حتى الشفاء بقى فيه خبرة وأنا مش بقول إن إحنا بس يعني اللي شطار لا العالم كله اكتسب خبرة وكان التمن كبير كان التمن محزن وفادح ولكن هكذا الأقدار اتعلمنا من خلال تجربة وحشة فبالتالي إحنا دلوقتي نتطمن نتطمن إن كل حاجة لها حلول دي أول نصيحة عايز أقدمها لحضراتكم